أكد رئيس قسمة تعليم بمنطقة يونسف مصر شيراز شكرا أن مصر حققت العديد من الإنجازات من بينها التوسع في الإتاحة في المرحلة الاتدائية لجميع الأطفال في أكبر دولة في المنطقة هذا فضلا عن التوسع الكبير في التعليم الإعدادي والثانوي وتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع مراحل التعليم وفي كلمته خلال فعاليات ملتقات تطوير المناهج رؤى وتجارب أعرب شكرا عن تطلعه إلى العمل مع وزارة التربية والتعليم ومشاركة خبراته وتجاربه في تطوير التعليم والإصلاحات الرئيسية